تبذل الكوادر والطواقم الطبية جهودا جبارا للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19 وتؤكد تلك الكوادر على ضرورة الالتزام أو التزام المجتمع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للتصدي للفيروس هم يمثلون خط المواجهة الأول لكورونا هم أبطال الخطوط الأمامية كما أطلق عليهم تقديرا لجهودهم الجبارة في مواجهة وحصار فيروس كورونا يصلون الليل بالنهار لصد خطر هذا الفيروس الشرس ويوفرون جميع مستلزمات الأمن الصحي لمجتمعهم يتواجدون في الميدان لعلاج المرضى وتقديم الدعم لمحتاجي حاملين أرواحهم على كفهم في مواجهة فيروس كورونا وتداعياته انتشار الفيروس حتى في العالم قبل أن يوصل حق البحرين نحن فعلنا محطة الإنفلونزا التي تكون في بداية البوابة الرئيسية للمركز عند دخول المرضى يسأل كل مريض داخل إذا كانت عنده أي عراض إذا كان مخالط لشخص مريض أو أنه كان ياي من سفر ففي هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها دول العالم أثبت القطاع الصحي بطواقمه من أطباء وممرضين ومسعفين أنهم على قدر عال من المهنية والإنسانية ففي قلب الحدث قدموا الرعاية الكاملة للمصابين بفيروس كورونا وعلى الجانب الإنساني هم مبعثوا طمأنين وثقة لهم فأبطالنا يخوضون اليوم معركة شجاعة في مواجهة فيروس كورونا عدو الحياة لننعم بالأمان مقدمين نموذجا إنسانيا ملهما ملبين نداء الواجف في كافة الأوقات يعملون دون كلل أو ملل من أجل تقديم كافة الدعم من بداية انتشار المرض بدأنا ناخذ الوزارة والدولة كاملة أخذت إجراءات من الفحص للمسافرين لبعض الدول الموبوءة بدأت الحجر الصحي النصائح التي شفناها في التلفزيون وفي الإعلانات في الشوارع أنه قلل الإختلاط توعية المجتمع لأن المجتمع الواعي هو الأساس هذا المرض سهل الانتشار طريقة العدوى جدا سريعة عشان نقدر نسيطر على المرض ضروري نقلل الإختلاط وزارة الصحة قامت بجهود جبارة وتشكر عليها من وزيرة الصحة إلى أصغر موظف الوزارة طبعا أولا تم تجهيز عدة محطات لفحص الكورونا منها خيمة الإخلاء الموجودة في مطار البحرين الدولي منها حاليا يمكن أنتم سمعتوا عن تجهيز مركز المعارض بعدد كبير من الأجهزة والمستلزمات التي يحتاجونها بالإضافة إلى المراكز الصحية نفسها تم تجهيزها المستشفيات هذا إلى جانب تدريب الكوادر الصحية نحن كممرضات أطباء كامل تم تدريبنا على طريقة التعامل مع المريض الذي قد يكون مصاب بمرض الكورونا إلى جانب تدريب حتى على طريقة الفحص نفسه هذه المواقف جسدت معنى فداء الوطن والتي كانت وما زالت حاضرة في شخصية كل فرد من الكوادر الطبية والصحية واليوم نحن كمواطنين ومقيمين يقع على عاتقنا أيضا واجبا وطنيا وهو أن نشكرهم وأن لا نضيع جهودهم بالخروج من بيوتنا إلا للضرورة القسوى دعينا الله لهم أن يحفظهم لأننا حريصون على سلامتهم وفخورون بأدائهم المتميز نحن قاعدين في العمل من أجلكم فأتمنى أن أنتم تقعدون في المنازل من أجلنا ومن أجل الجميع في تعاونكم وياننا نحن كطاقم طبي تساعدوننا على أداء مهماتنا على أكمل وجه لحمايتكم أنت ولحماية المجتمع بشكل عام طبعا يدنا بيد بعض من أجل البحرين سهير عصهور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر